كتاب التوحيد من نقائس الكاف الشريف نفي أن الله جسم عن علي بن أبي حمزة الحديث الثالث وستون قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم أن الله جسم صمدي نوري معرفته ضرورة يمن بها على من يشاء من خلقه فقال عليه السلام سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يحد ولا يحس ولا يجس ولا تدركه الأبصار ولا الحواس ولا يحيط به شيء ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد من فوائد هذا الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم كسائر الأشياء كل ما خل الله هو جسم الله سبحانه وتعالى ليس بجسم لأن الجسم محتاج وكل محتاج ممكن أي المحتاج والاحتياج من صفات غير الخالق من صفات الممكنات وليس واجب الوجود الذي هو الله سبحانه وتعالى طبعا هذا مبحث مفصل يبحث في كتب العقائد وقد شرحه هو إجاد في شرح الباب الحاج عشر فيراجح هناك فهنا نفي للجسمية عن الله سبحانه وتعالى بأنه ليس بجسم نحن أجسام أي لنا طول وعرض وعمق هذه هي الأجسام أما الله سبحانه وتعالى هو خالق الأجسام هو خالق كل شيء فلا يمكن أن يوصف بصفات المخلوقين كما قال تعالى ليس كمثله شيء أي لا يوجد شيء يشبهه مثله نظير له وأشار الإمام في هذا الحديث إلى نقطة مهمة هذه هي الفائدة الثانية أن معرفة الله سبحانه وتعالى أي معرفة ذاته ذاته وتعالى مختصة به أي لا يعلم ذات الله إلا الله فقط لا يعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته المعرفة التي اختص بها نفسه سبحانه وتعالى إلا الله سبحانه هذه النقطة الثانية أما النقطة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى لا يحد بحدود لا هناك أمام يحده ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا طول ولا عرض ولا ارتفاع ولا عمق وما شابه ذلك من صفات غير الله ولا يحس بالحواس الخمس ليس هو كالأشياء له صوت ولا يجس ليس هو شيء مادي يمكن لمسه أو إدراكه بالحواس الخمس لا ليس هو كذلك ولا يدرك بالبصر أي لا يراه ولا يحيط به شيء وليس له صورة ليس له صورة مثلنا نحن البشر ولا تخطيط ولا تحديد وهذه كلها من صفات الممكنات صفات المخلوقين وهو الخالق فالله متصف بصفات الخالق بصفات واجب الوجود وهذه الحقائق والأمور لا تدركها عقولنا فلذلك مرع علينا في الحاديث الماضية إذا وصل الكلام إلى الله فامسكه ولا يجوز التفكر في ذات الله حديثين شريفين مرع علينا سابقا